السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم وعزائي طلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن سمري للقصة القصيرة اللي هي الهابي برنس الأمير السعيد راح ناخذ سمري عنها باللغة الإنجليزية ونشرحها أيضا باللغة العربية في أعلى المدينة في أعلى المدينة في أعلى المدينة في أعلى المدينة في قمة في أعلى المدينة كان هناك يقف تمثال طويل يسمى بالأمير السعيد طبعا هذا ممكن يجيك سؤال فراغ صحة وخطأ يعني وين كان مكانه هذا الشيء مهم إذن القصة هي عبارة على أنه يوجد تمثال هذا تمثال يسمون الأمير السعيد ويقف في أعلى المدينة ويكون طويل زين كان تمثال رائع وكان محترما جدا يعني extremely respected extremely يعني أكبر من الفري فري معناها جدا ولكن extremely أكبر من الفري إذن كان جدا جدا محترم the statue of the happy prince looked like an angel إذن يبدو كأنه ملاك هايها لاحظة مهم أيضا on one night وكان هناك في أحد الليالي the little swallow كان هناك أحد الطائر اسمه السنونو وهذا الطائر إجي بالقرب من هذا التمثال طبعا هذا السنونو إجي بطريقة يروح للمصر لأنه أصدقاء كلهم سافروا إلى إيجابت بحدود شهر بحدود شهر زين ولكن هو تأخر لأنه لأنه كان he was he was waiting the read read هنا طبعا معناها هي القصبة يعني هي القصة هي بها فتشي خيالي الفكرة من القصة أنه هذا التمثال قلنا علي شكله جميل وحلو يواء بأعلى المدينة مغطى بالذهب ويبدو كأنه ملاك وكان هناك طائر اسمه طائر السنونو هذا الطائر إجي يعني أراد يعني بطريقة يروح للمصر فهذا الطائر فديوم من الأيام إجي منتجه المصر بطريقة فقعد جوه هذا التمثال وبعدين هذا التمثال رح يبدو يشكي عفوا هذا السنونو رح يبدو يشكي رح يسمع آهات الأمير السعيد هذا الأمير السعيد فالحقيقة رح يشكي له يقول له أكو ناس مساكين ما عندهم أكل ما عندهم شرب فأريد من عندك تاخذ هذه المجوهرات والذهب والذهب العندي تروح تنطيهم إياه هذا الفكرة العامة عن السمري ما لتهمال القصة قصة الأمير السعيد فكرتها بالشكل عام أكو أشياء لازم تقرأ هنا مهمة بزين عيني فهذا ما موجود بالنسبة لهذه محاضرتنا لهذا اليوم شكرا